موسيقى اسمي لشب محمد من المختبر العربي لفنون الميديا اللي يهتم بنشر تقافة فنون الميديا وكل ما هو سمعي بصري مستقل وفن صورة الرقمية صراحة كانت ضرفية صعبة لكن نحن في مختبر العربي لفنون الميديا كنا محظوظين جدا لأن تقريبا لم يكن عندنا استقطاب كثير للجمهور مع العلم أننا نعمل في كل ما هو تكنولوجيا حديثة لكن مع فترة الحجر الصحي وجدنا أنفسنا إما في بيننا شيئين إما الركود والركون والجلوس وإنتظار حتى تمر العاصفة كما يقال أو نأخذ بادرة ونقوم بحركة تقافية في طرفية تكون للناس كلهم في حجر صحي وفي تباعد اجتماعي فارتأينا أنه نقوم ببرامج خلال فترة الحجر الصحي وفي الفترة التي كانت فيها قيود على التنقل وأشياء كانت صعبة وبدأنا قمنا بأعمال يعني في واقع افتراضي يعني قمنا بكورسات يعني دعوة مخرجين عالميين مثل محمد طيمور في أسماء لا أستحضرها الآن يعني قاموا بإعطاء يعني دروخ خاصة يعني بروفشنل لمجموعة من الطلب يعني في العالم العربي وفي المغرب يعني استفدوا من تجارب يعني جد رائع لا في هندسة الصوت لا في تعامل يعني مع الصورة وكان في يعني تقريبا ستريمين لتقريبا 150 فيلم يعني حتى أنه كان فيلم مثلا لفوزي بن سعيدي لأحد المخرجين المغربة كان عنده فيلم لم أعتقد لم تخني الذاكرة موت للبيع في يومين كان ستة ألاف متفرج في يومين وهذا كان يعني غير متاح في الأيام العادية يعني أعطاني يعني قوة يعني لا نقوم بشيء يعني قوم بشيء تقريبا كانت فيه برنامج أخر يسمى بليالي الأفلام القصيرة لسينما سلام يعني كان كنوع من إعطاء استحضار ذاكرة سينما المدينة التي نعيش فيها مدينة أقادير وفيه كان يعني برنامج أخر فيه الاستشراق في الصورة المتحركة كان فيه يعني مجموعة من النقاشات حول الصورة النمطية كذلك حول الوطن العربي في المشرق وشمال إفريقيا وكان لابد أن إحنا كيف نواجه هذا المد يعني ليصور دائما العرب على أنهم يعني خبتاء يعني عرب دائما في إكستخيميست يعني يعني كل الأوصاف القدحية يعني كان لأنه كانت مراجعة لأنه قمنا بشبه بحث في كثير من الأفلام لكن ناخد منها صور عن تلك ذلك الصور النمطية يعني ترجمة نانسي قنقر